موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من كشك الصحافة والتي نركز فيها على أهم ما جاء في الصحافة اليمنية والعربية نبدأ جولة الصحافة من موقع نيوز يمن نستعرض في عنوينه العميد الركن صادق سرحان يدعو المقاومة والجيش لتعزيز الأمن في تعز إلى محافظة شبوى شرق البلاد سكان بيحان يشكون من أوضاع خانقة بسبب حصار مقاتل الحوثي وصالح لمدريتهم وفي الجانب السياسي ولد الشيخ يدعو الأطراف اليمنية للمشاركة البناء في محادثات الكويت أما الشأن الحقوقي فركز الموقع على التقرير الصادر عن منظمات صحفيات بلا قيود حول الانتهاكات الصحفية ويقول الموقع قالت منظمة صحفيات بلا قيود إنها وثقت 94 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون خلال الربع الأول من العام الحالي بينها خمس حالات قتل واصفة ما تعرض له الصحفيون خلال الأشهر الثلاثة الماضية بجريمة حرب لا تسقط بالتقادم أشارت المنظمة إلى أن ميليشيا الحوثي وصالح تتربع سلم قائمة منتهكين بالإضافة إلى قوات التحالف العربي وتنظيم القاعدة ومسلحين مجهولين تابع الموقع في الخبر وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ من تزايد المخاطر المحدقة التي باتت تهدد الصحفيين والإعلاميين والتي وصلت إلى وفاة العديد منهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني في نقل الحقيقة أضاف الموقع وجددت منظمة صحفيات بلقيود تحذيرها للقوى المتصارعة من استمرارها بالزج بالصحفيين في صراعاتها وباستهدافهم بشكل مباشر بهدف إسكاتهم ومنعهم من تغضية الأحداث الوحشية التي ترتكبها تلك الأطراف بحق المواطنين من قتل وتشريد واعتداء نذهب إلى موقع يمن مونيتر نطالع فيه أهم ما جاء الأمم المتحدة تقول محادثات اليمن ستعتمد على قرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني عنوان الموقع أيضا عن إصابة مواطن في جيزان إثر سقوط مقذوفات من الأراضي اليمنية من العنوين التي جاءت أيضا الهند تقول الكاهن المختطف في اليمن بخير والحوثيون وراء اختطافه لا تنظيم الدولة وعن مطالبة الحكومة تأجيل سداد مستحقات ممولي مشروع الغاز الطبيعي نقرأ في تفاصيل الخبر طالبت الحكومة اليمنية ممولي مشروع الغاز الطبيعي المسال بتأجيل دفع مستحقاتهم إلى وقت لاحق بسبب توقف إنجاز المشروع نتيجة للحرب وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش برئاسة خالد بحاح اتفاقية بنود تنص على تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الشركة اليمنية للغاز المسال للمقرضين وفي ذات الموضوع كانت قد أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في إبريل 2015 حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج مقررة إجلاء موظفيها من المحطة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج الغاز في اليمن صراع اللا دولة كان هذا عنوان مقال نشره موقع يمن مونيتر للكاتب فتح أبو النصر وقال أبو النصر ترى ما جدوى أن نفيق على بقايا وطن مهلهل أشبه بالأطلال لا يستحق أدنى معايير الاعتزاز به فيما التشنجات والتشوهات والحسابات المختنقة بالأوهام والانتقامات تجرف كل شيء في الجنوب والشمال معا جراء التأجيجات المتنامية لهويات وعصبويات التفكيك المقدس والحال أنه مثل ما هناك خلافات حول الحاضر والمستقبل بين أطراف الانقلاب وسلطة الأمر الواقع في صنعاء وصعدة هناك أيضا خلافات حول ذات الأمر بين أطراف ومكونات الشرعية نفسها في الداخل والخارج ما بين الرياض وعدل غير أنه ليس من مصلحة الجميع عدم نجاح المفاوضات السياسية القادمة في الكويت بل ويجب أن تكون ذات ضمانات حقيقية محليا وإقليميا ودوليا وبأسس عدم استمرار التشضي الدولة والمجتمع لتنعكس مخرجاتها فعلا على مصلحة اليمن واليمنيين الجامعة كما ينبغي ذلك أن المستفيد الأبرز من انهيار تلك المفاوضات مثلا جراء التنصل عنها أو التزاماتها من خلال خوضها بنوايا استخفافية وخيارات تدميرية فقط هم وحدهم شلل الفساد والاستغلال والمصالح الصغيرة والأنانية من تجار وعصابات الحروب والسوق السوداء واللادولة والتفكك العصبوي الذين يتغلغلون بين الطرفين كما يعرف الجميع للأسف وإذا ما نجح هذا اللوبي في فرض خياراته اللئيمة والمهوسة التي يدأب عليها فإنه لن يبقى هناك وطن أو مواطن على الإطلاق ثم إنه يمكن تفهم أن يقوم الصراء على أساس الدولة واللادولة لأن نكتشف متأخرين بأنه قد قام أو تحول على أساس اللادولة واللادولة نتحول إلى موقع التغيير نت ونقرأ في أبرز عنويده الرئيسي الجيش الوطني يعلن تسليم من الشلحثي وصالح جثثا في جبهة بيحان عبر الهلال الأحمر اليمني وعنون الموقع أيضا نقابة الصحفيين تدين اختطاف الصحفي طاهر حزام وتدعو إلى سرعة إطلاق سراحه إلى جنوب البلاد القوات الأمنية توسع انتشار قواتها لتشمل كل مدريات عدن ركز الموقع في التفاصيل على المواجهات التي تشهدها تاعز وورد في الخبر احتدمت المواجهات في مدرية الوازعية غرب تاعز بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة طيران التحالف من جهة وميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح من جهة أخرى وتابع الموقع ورافق المواجهات قصف طيران التحالف لمواقع الميليشيا في مناطق في مناطق متفرقة من بينها منطقة الحنة في الوقت الذي دفعت فيه الميليشيا الإنقلابية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة ونقل الموقع عن صحيفة الشرق الأوسط عن لسان قيادي في المقاومة الشعبية منطقة الشقيراء مركز المدرية جنوب غربية تاعز شهدت مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرح من الجانبين بالإضافة إلى منطقة الضباب التي شهدت هي الأخرى مواجهة عنيفة في محيط السجن المركزي وحدائق الصالح على إثر هجوم شنته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع الميليشيا في محاولة منها لاستعادة المنطقة وتأمين خط الضباب الواصل إلى المدينة أشار المصدر مواجهات عنيفة اندلعت في معسكر الدفاع الجوي وحي الزنوج شمال المدينة على إثر محاولات فاشلة للميليشيا الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة غير أن الميليشيا تكبدت الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد اخترنا من موقع الموقع أبرز العنوين والأخبار منها تجدد المواجهات على الحدود بين الحوثيين وقوات التحالف العربي إلى غرب البلاد قتلى وجرحى في مواجهات مسلحة إثر اجتياح ميليشيا الحوثي عزلة بني مسعود في الحديدة عنوان الموقع أيضا رئيس التوجيه المعنوي في الجيش يقول إيران ترى أن دعمها للانقلابيين مبدأ لا تنازل عنه وفي التطور السياسي اهتم الموقع ببيان المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ الذي قال في الخبر أعرب المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تطلعه لمشاركة فعالة من قبل الموفدين في الجلسات أضف الموقع ودعا ولد الشيخ في بيان له الأطراف إلى استغلال الفرصة للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخالجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتابع الخبر وتجرى التحضيرات حاليا على أكمل وجه وقد انتقل وفداني من الخبراء السياسيين في الأمم المتحدة إلى اليمن والسعودية للعمل مع المشاركين بينما يتوجه فريق آخر إلى الكويت للإعداد للمحادثات بالتنسيق مع وزارة الخارجية تناول موقع الصحوة نت العديد من العنوين والأخبار ومنها مقاومة الوازعية تؤكد تكبيدها المتبردين خسائر كبيرة في المواجهات في عنوان آخر محافظ الجوف يقول نقترب من تحرير المحافظة بشكل كامل عنوان الموقع أيضا صحفيات بلا قيود الحوثيون يتصدرون قائمة مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين نذهب إلى مدينة تعز أيضا ونقرأ تفاصيل قصف الميليشيا أحياء سكنية وعن سقوط مدنيين بين قتيل وجريح جاء في الخبر استشهد مدني بقصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على أحياء سكنية في مدينة تعز وقال مصدر طبي للقصف الذي تعرضت له أحياء الدعوة وثعبات وعصيفرة أسفر عن استشهاد مدني وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال ونساء ووفقا لمصادر محلية فقد هزت انفجارات عنيفة حي مستشفى الثورة العام إثر سقوط لصاروخ كاتيوشا أطلقتها الميليشيا الانقلابية المتمركزة في الحوبان شرقية المدينة وذكرت المصادر إن الصاروخين تسببا بذعر كبير للسكان وفي تدمير منزل وتأثر وقامت بتأثر وأدت إلى تأثر عدد من المنازل المجاورة نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع مصدر أونلاين والذي جاء فيه ثلاثة فرق أممية إلى صنعاء والرياض والكويت استعدادا للحوار بين الأطراف اليمنية إلى جنوب البلاد مقتل جندي وإصابة آخر برصاص مسلحين مجهولين في عدن إلى غرب تعز لليوم الرابع الوازعية في تعز تشهد أعنف المواجهات بين المقاومة والحوثيين وركز الموقع على تفاصيل العبليات التي شهدتها محافظة الجوف وسيطرت الجيش على أجزاء من مدرية الغيل جاء في الخبر سيطرت المقاومة الشعبية والجيش الوطني على إدارة أمن مدرية الغيل في الجوف الحدودية مع محافظة ساي صنعاء ومأرب وقالت مصادر محلية للمصدر أونلاين إن مواجهات عنيفة تشهدها مدرية الغيل بين قوات الحكومية والإنقلابيين أسفرت عن سيطرة المقاومة والجيش على إدارة أمن المدرية تابع الموقع في الخبر كما سيطر الجيش على جزء من العرضي مركز قيادة الحوثيين في الجوف وترسانته العسكرية وكذا منازل ومواقع لقبائل العران أضف الموقع كانت المقاومة والجيش قد تمكن من أسر أحد عشر مسلحا حوثيا بينهم قيدي في منطقة الغيل جنوب غربية مدينة الحزم وقال مصدر في المقاومة للمصدر أونلاين أن تسعة من الحوثيين قاموا بتسليم أنفسهم ومن ضمنهم القيدي الحوثي أبو همدان قائد موقع براقش مشاهدين الكرام هكذا نصل إلى جولة الصحافة العربية ولأعدادها صباح اليوم ولكن بعد فاصل القصير ابقوا معنا مجددا نرحب بكم ونذهب إلى الصحافة العربية وخصوص صحيفة العرب الجديد تحدثت عن محافظة صعدة وعنونت أهلي صعدة الأكثر تضررا من انتهاكات ميليشيا الحوثي تقول الصحيفة نقلا عن وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي تقول الصحيفة إن أهالي محافظة صعدة هم الأكثر تضررا من انتهاكات الجماعة المسلحة خلال السنوات الماضية وقال الوزير جماعة الحوثي عملت على تهجير سكان محافظة صعدة وفجرت منازلهم وشردتهم من قراءهم ووفقا لوزير حقوق الإنسان فإن الجماعة المسلحة تقوم بارتكاب بارتكاب جرائم وحشية بحق المدنيين كان آخرها تفجير سجن في صعدة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا كانوا معتقلين بداخله وأوضح أن اليمن شهد أكبر عملية انتهاك ممنهج خلال عام كامل تسبب في تدهور حالة حقوق الإنسان منذ اجتياح العاصمة صنعاء وباقي المدن أواخر عام 2014 والتي خلقت نوعا من الفوضى التي يصعب وصفها مستمرون معكم مشاهدين في كشك الصحافة ننتقل إلى صحف العربية مرة أخرى إلى صحيفة البيان ركزت على التحضيرات لمحادثات السياسية القادمة وعنونت ثلاثة وفود أممية تنسق محادثات الكويت تقول الصحيفة إن ثلاثة وفود من الأمم المتحدة تضم خبراء سياسيين تعمل على الإعداد لمحادثات السلام اليمنية التي تنطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري في الكويت تابعت الصحيفة التصريحات التي أعلنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ قال إن التحضيرات حاليا تجري على أكمل وجه وقد انتقل وفدان من الخبراء السياسيين في الأمم المتحدة إلى اليمن والمملكة العربية السعودية للعمل مع المشاركين بينما هناك فريق آخر في طريقه إلى الكويت للإعداد المحدثات بالتنسيق مع وزارة الخارجية أضاف أتطلع إلى مشاركة فعالة في الجلسات وعليهم استغلال الفرصة للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني أكد ولد الشيخ أيضا أنه شجع الفرقاء على التفاعل البناء في المحادثات خاصة فيما يعنى بانسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة وفي تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة والالتزام بالإجراءات الأمنية المؤقتة وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع بالإضافة إلى إنشاء لجة خاصة للسجناء والمعتقلين وقال ولد الشيخ إن أطراف النزاع في اليمن وافقت على وقف الأعمال القتالية في كافة أنحاء البلاد ابتداء من منتصف ليل العاشر من الشهر الجاري مرحلة السلم المقبلة في اليمن تحت هذا العنوان كتب صالح عبد الرحمن المانع مقالا في صحيفة الاتحاد الإماراتية وقال الكاتب هناك تخوف من أن الحوثيين وصالح يريدون فقط كسب مزيد من الوقت مثل ما فعلوا في الهدن التي تبعت حروبهم السابقة ومعروف أن الحوثي يرغب في الهدنة كلما تأزم وضعه العسكري ويعود إلى التعبئة العسكرية والقتال بعد تجميع قواته مجددا لذلك فالمطلوب من اجتماع الكويت هو فرض واقع مدني جديد في اليمن تفرض فيه مناطق خالية من أي وجود عسكري على طول خمسين كيلو مترا من عمق الحدود السعودية اليمنية وثم تحاجة ماسة لاستخدام الأموال التي نهبها صالح وأبنائه من اليمن والمقدرة بنحو ستين مليار دولار في بنوك خارجية وشركات بعضها وهمي كي يتم استثمارها لصالح الشعب اليمني فهي أموال يمنية وستكون أموال صالح المؤممة جزءا من صندوق دولي لعادة إعمار اليمن يتم بمجبه رصد الأموال اللازمة من قبل عدد كبير من الدول لعادة إعمار اليمن وعلى أن يتولى الإشراف على هذا الصندوق البنك الدولي أو البنك الإسلامي للتنمية أو غيرهما من بنوك التنمية الدولية وبثلما كان هناك تحالف لتحرير اليمن من خطر الحوث وصالح فإنه يؤمل أن تقود مباحثات السلام في الكويت في الشهر الجاري الأطراف اليمنية تكافة إلى الإيمان بضرورة إحلال السلام وإلى العمل على بناء اليمن فالمواطن اليمني سئم الحروب والصراعات التي يقودها صالح والحوثيون واليمن الذي كان سعيدا قبل أن تعصف به الحروب والصراعات الأيدلوجية بين أبنائه يستحق من القوى اليمنية التراجع عن حافة العنف والعمل مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون ومع المجتمع الدولي لنبدو العنف ويعادة البناء وكل ذلك يتطلب إرادة قوية ونوايا حسنة بدلا من الانخراط في مسالك العنف والدمار إلى صحيفة الاتحاد التي اهتمت باللاجئين اليمنيين في جيبوتي علقت في عنوان لها اللاجئون اليمنيون ينتظرون الأمل تحت شمس جيبوتي الحارقة تقول الصحيفة تحت شمس جيبوتي الحارقة باقي نحو ألفي لاجئ يمني فروا من الحرب على قيد الحياة بالطريقة أو بأخرى في مخيم مركزي ويقاومون بصعوبة متزايدة إغراء العودة إلى بلادهم تنقل الصحيفة أيضا عن إحدى اللاجئات واسمها إرسال إسماعيل التي أتت من عدن قبل نحو عام قالت الوضع صعب جدا الجو حار ولا شيء نفعله ولا شيء نأكله أو نشربه وأبدت خشيتها من رياح الخمسين الرملية الحارة التي تتزامن مع حلول الصيف غضون أيام وقالت لن نكون قادرين على العيش في الوضع نفسه الذي شهدناه العام الماضي وتقول الاتحاد إن المخيم المركزي يأوي حاليا ألفان ومئتين لاجئ ويشكو سكانه من نقص الغذاء والمياه والصرف الصحي قال حسن الدين ذو الخامسة والثلاثين من عمره الذي وصل من عدن هربت من الحرب فوجدت حربا أخرى أسوأ بكثير وأضاف لقد أصيب أطفالي بالتهاب الكبد والمالاريا بسبب المياه وتقول الصحيفة إن ستة مئة لاجئ يمني عادوا أدراجهم وفق مفوضية اللاجئين وقال سليم جعفر الذي يدير مخيم المفوضية رسالتنا ليست أبدا تشجيع أحد من اللاجئين اليمنيين على العودة إلى ديارهم لكن مع ذلك فإن القرار يعود إليهم صحيفة الخليج وصفت ما يحدث في جبهات القتال بأنه انهيار للمتمردين في آخر جيوب الجوف وشبوة وتقول الصحيفة تقترب قوات الشرعية والمقاومة في اليمن من استكمال السيطرة على آخر جيوب الميليشيات الإنقلابية في محافظة الجوف بعد التقدم المطرد الذي حققته خلال الأيام الأخيرة الماضية بسيطرتها على منطقتين الصفراء وبراخش وتفيد الصحيفة أنه تمت السيطرة على منطقة نوب العران أمس الجمعة في مدرية الغيل ووفقا للصحيفة بالتزامن توشك قوات الشرعية على إخراج المتمردين من آخر معاقلهم في محافظة شبوة حيث حققت أمس أيضا انتصارات كبرى بالسيطرة على مواقع استراتيجية عدة في الجبهة الشرقية من عسيلان وبيحان وعن التطورات السياسية قالت الصحيفة سياسيون يقولون للخليج المفاوضات الفرصة الأخيرة لتجنب خيار الحسم العسكري وتنقل الصحيفة عن المتخصص في إدارة الأزمات الدكتور عبد العزيز أحمد علي السقاف فرص التوصل لاتفاق سياسي ينهي الحرب في اليمن مرهون بمدى تأثير المتغيرات التي فرضتها التحولات الطارئة في مسار العمليات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة على التوجهات الإنقلابيين الذين باتوا أقل قدرة على مواصلة اعتماد الخيار العسكري لتحسين وضعهم التفاوضي نقلت صحيفة السياسة الكويتية عن المتحدث باسم المقاومة في جبهة العند قائد نصر الرتفاني قال إن غارة جوية لإحدى طائرات التحالف العربي استهدفت محلا تجاريا مهجورا في منطقة بير ناصر بالقرب من قاعدة العند الجوية وقتلت سبعة من عناصر تنظيم القاعدة وأكد أن عملية عسكرية واسعة يجري الترتيب لها من قبل الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية لمهاجمة القاعدة في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج ومناطق أخرى في المحافظة ذاتها موضحا أن هذه العملية ستبدأ قريبا انطلاقا من مدرية دار سعد بمحافظة عدن وبإسناد عسكري من قاعدة العند الجوية نحو عقد اجتماعي وسياسي جديد تحت هذا العنوان كتب محمد نور الدين مقالا في صحيفة الاتحاد وقال الكاتب في نظرة إلى مآل الوضع في العالمين العربي والإسلامي نجد أن العرب تعرضوا إلى نوعين من الاستعمار الأول الاستعمار الخارجي القادم من الغرب خصوصا والثاني هو الاستعمار الداخلي أو نشوء سلطات وأنظمة لم تكن تعمل لصالح المجتمع عموما بل من أجل رفاهية طبقة محدودة سواء سياسية أو عسكرية أو مذهبية أو دينية أو عرقية أي تحكم فئة قليلة بأكثرية مغلوب على أمرها وهذه الطبقة الحاكمة كانت هي الأعم بعد تحرر الدول العربية من الاستعمار غياب العدالة كان من أبرز أسباب الاحتقانات الداخلية التي أفضت إلى ثورات واضطرابات وانقلاب تلو الانقلاب غير أن ما تشهده المنطقة العربية ومعها بعض الجغرافية الإسلامية منذ بداية الربيع العربي كان غير مسبوق لجهة تكاثر أسباب الانفجار وظهرت جماعات متطرفة تتوسل الدين رداء وقناعا واتبعت أبشع وسائل القتل التي لا يخلو منها التاريخ العربي والإسلامي لكن ليس بهذه الذروة التي لا نرى مثلها وليس بعيدا عن الاحتمال أن تكون هذه التنظيمات أيضا أسيرة وأداة القوى الخارجية التي ترسم لها الخطط وتدعمها وتخرج لها تلك الأفلام القصيرة الوحشية في العراق وسوريا وليبيا قتل الآلاف وتهجر الملايين في كل مناطق التوتر وأصاب الخراب من البيوت ما لا يعد ويحصى إن أجل ما يمكن أن يقدم من خدمة لأمتنا وللبشرية والإنسانية هي وقف هذه الحروب فورا وتحمل المسؤولية التاريخية التي لن ترحم قيادات هذه المرحلة السوداء من أي زاوية نظرنا والتوصل إلى عقد اجتماعي أولى شروطه عدم اللجوء إلى العنف لحل الخلافات والمشكلات وتأمين العدالة ولو بحدها الأدنى أنضم إليكم مشاهدين في مشاهدة مجموعة مميزة من رسوم الكاركاتور وهي ختم الحلقة وحتى ألقاكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة